ياهلا والله وسهلا والله يسعد لي مساكم كثير مننا يحتاج انه يعكس شاشة الكمبيوتر او شاشة الجوال على التلفزيون نبيني نتعلم شلون الطريقة بشرط انه يكون التلفزيون سمارت اذا ما كان سمارت تحتاج الى قطعة زي هذي تحول لك الشاشات الى سمارت بدون كابل بدون بلوتوث بدون اي شي اللهم انه يكون في عندنا قطعة تحول الشاشة الى شاشة ذكية او انه التلفزيون بالاصل سمارت بسم الله نبدأ بالشرح اول شي انا شاشتي سمارت ولكن زيادة على كذا انا امركب القطعة لانه استخدمها كثير واحتاجها كثير اولا ندخل على جوجل بلاي اللي هو تحميل تحميل البرامج بعد ما يفتح لنا جوجل بلاي نبحث عن التطبيق اللي لابد اننا انحمله نروح على البحث بالاعلى ونكتب اسم التطبيق في الخانة هذه والان في خانة البحث نكتب اسم التطبيق اللي هو اير سكرين في جوجل بلاي وهذه صورته وبحكم اني انا محمله مسبقا فبيعطيني اوبن مباشرة افتح على البرنامج بتجيني الواجهة الاساسية للبرنامج راح نتعلم بخطوات بسيطة شلون نشبك الجوال او الكمبيوتر هذه واجهة البرنامج على السمارت تيفي وهو سهل جدا بنتعلم الخطوات الان شلون نشبك الكمبيوتر او الجوال ونسوي له انعكاس على الشاشة بكل بساطة ننزل على خيار الاستفهام هنا او المعلومات بنحصل عندنا خيارين اختر الجهاز بشكل يدوي او مسح رمز الاستجابة السريع نضغط على رمز مسح الاستجابة السريع يبيطلع لنا البركود نقول له بالتأكيد الان يبيطلع لنا البركود بعد كذا نجيب الجوال اللي بنربط عليه الشاشة ونفتح الكاميرا ونسوي مسح للبركود اللي ظاهر لنا في البرنامج ونضغط عليه راح يطلع لنا هذه الخيارات وبالتالي بيربط الجوال الآن على الشاشة نقول له شاشة كاملة سيطلع لك بعض التعليمات الآن المهم أنه الجوال أنربط ننزل مركز التحكم ونضغط على هذا الخيار الخاص بالإنعكاس راح نحصل البرنامج موجود عندنا هنا بالإنعكاس نضغط عليه بنحصل أنه الجوال مباشرة أنعكس على شاشة التلفزيون ونلاحظ أنه تم الإنعكاس نرفع والآن الجوال موجود على شاشة الكمبيوتر لو جربنا مثلا بتشغيل أي فيلم من الأفلام بالطريقة هذه دعنا نقول مثلا استعراض هذا الفيلم نطلع من الأعلانات ونرجع لخانة التشغيل نضغط عليه مرة ثانية بالشكل هذا راح يجيبها لي على الشاشة كلها الآن بنشوف بالطريقة هذه نقل البيانات بيتلاحظوا أنه الفيلم يشتغل مباشرة بنعكاس بالشاشة طبعا جوالك حتى لو طلعت من الجوال واستخدمت أي شيء داخل الجوال ما راح يأثر على الفيلم أو ما راح يأثر على الشيء اللي أنت مشغله على الشاشة حبينا أن أعكس الكمبيوتر بدل الجوال طبعا بفصل اللي هو انعكاس الجوال إيقاف الانعكاس وبروح على الكمبيوتر أبختار هذه العلامة وبعدين أبختار التطبيق فبالتالي الآن راح يعكس لي شاشة الكمبيوتر على التلفزيون بالشكل هذا أقدر بالتأكيد أتصفح أي شيء من خلال الكمبيوتر ومنعكس على شاشة التلفزيون بالطريقة هذه ترجمة نانسي قنقر